تلائل كثيرة تتكشف مع الأيام فيما يتعلق بتزويد الحرس الثوري الإيراني الحوثيين بالسلاح والخبراء على مدى السنوات الماضية التي أعقبت الانقلاب على الحكومة الشرعية واحتلال الحوثيين العاصمة اليمنية صنعة في أخبار الآن وفي إطار بحثنا عن معلومات تتعلق بهذا الشأن خلال إعداد الفيلم الوثائقي الحمولة المحظورة تصدير الفوضى توصل فريق الإعداد مع الخبراء الذين التقاهم إلى معلومات تؤكد بشكل قاطع تلقي الحوثيين الدعم بالسلاح والخبراء من قبل الحرس الثوري ويمكنك حقيقة قراءة الحرب بأن ميليشيا الحوثي تتعرض للضربات منذ ثلاث سنوات ويفترض وفقا للعمل العسكري الواضح أن تكون هذه الخزينة من الأسلحة للجيش اليمني قد تدهرت بشكل كبير وربما مسألة وقوف الحوثي في مواجهة هذه الترسانة من الأسلحة المتطورة لا تتطابق مع الواقع العسكري ومع ذلك نرى أن هناك تجديد للعملية والحيوية العسكرية لدى ميليشيا الحوثي في حين أن كافة التقارير كانت تتحدث عن انهيارات حقيقية في جبهات ميليشيا الحوثي ننوه مشاهدين إلى أن الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي الحمولة المحذورة تصدير الفوضى سيعرض قريبا على تلفزيون الآن